ويبقى موالي رأيك بقى ايه نخلص القصة دي على ايه يعني اخر حاجة عايزة تقوليها للأهالي عايزة تقوليها للسناء نعمل ايه طيب اهالي انتو مش هتبطلوا وتعملوا كده لكن على الاقل يعني اضمنوا حقوق بناتكو علشان يعني مثلا اهم حاجة في القصة دي اول ما خلصتها الحمد لله انها ما خلفتش الله صح يا امل اوكي يعني اول حاجة كنت عايزة اقولها انه الاحمدي ربنا ان انت مش حامل انا خليك انت تقولي للك كلام ده في التريفون عشان اعرف ان هي هتطلبك تأكيد لان تخيدي بقى الوضع ده لو كانت حامل ولو كانت بقى او كانت خلفت ومش عارفين يثبته النسب كمان محدش يسكت على حقوقه يعني في حقوق لا يجوز التنازل عنها زي ايه زي زي المؤخر والنفقة والمراس يعني في حاجة شرعا لا يجوز اني اتنازل عنها يعني دي حق ربنا ده قرآن وشرع ونصوص واضحة وصريحة فاللي حياكل الحقوق دي يويلوا من ربنا في الاخرة والساكت عن الحق اشتان اخرس وبعدين فين دور اهلها لا احنا دور عايزين حلقات فين دور اهلها انا عايزة بقى البنت خلاص الاهالي خلاص انا احنا بنحاول ونوعي بس انا عايزة الحق بقى اللباز يا ست البنات قبل حاجة تعمليها ان انتي اعرفي ان دي قصة حصلت في حياتك عشان تتعليمي منها شيء وعشان ما تعمليش كده ان شاء الله في المستقبل في ولادك وعشان ما تسمحيش لحد تعرفي كان لكي اخوات ولا اتخالة ولا جارة ولا اوأبر ما تسمحيش ان ده يحصل في اي مجتمع حواليكي يعني خليكي انتي تتعلمي وتعلمي اللي حواليكي من هذه القصة بس انا هخليها تكلمك انا بشكرك ونورتي وانا بتبناها وللها يعني انا بقول اخر حاجة انا مسؤولة عن انها سلامها النفسي بس وانا مسؤولة عن كلامي ويعني كروغ قصة حقيقة كلنا مسؤولين عن كلامنا لو عايز توصلي الدكتور امل احنا هنعمل كده وعمرنا مرجعنا في كلامنا استنيني بعد الفاصل